ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعي قناة الامام المهدي الفضائية واعظم الله تعالى لنا ولكم الاجر بذكرة شهادة الامام علي عليه السلام سلام الله عليه وايضا نرحب ضيوفنا الكرام ونعزيهم بهذه الذكرة الاليمة ألا وهي ذكرة شهادة الامام علي عليه السلام وستكون نبذة قصيرة عن الامام علي عليه السلام ولد سلام الله عليه في الثالث عشر من رجب الأصب وكان محل ولادة الامام سلام الله عليه في الكعبة المشرفة وأن الله سبحانه وتعالى جعل ولادته في هذا البيت لأجل أن يظهر عظمة هذا الامام لأن كما تعلمون أن الولادة لا تصح بهذه الامامات المشرفة لكن هذه الأحكام مضعية لله أن يرفعها ولله أن يضعها متى ما شاء مثل أن أكل لحم الخنزير حرام لكن إذا اضطر الإنسان إلى أكله الله سبحانه وتعالى يرفع عنه هذا الحكم ليش لأن حفظ النفس أهم من هذه المحرمات فالإمام سلام الله عليه أراد الله أن يبين عظمة وشأنية الإمام سلام الله عليه فجعل ولادته في هذا البيت المكرم لانتهاكا له لا وإنما يريد أن يبين للناس مدى عظمة هذا الإمام وما هي منزلته عند الله حتى جعله أشرف من هذه البقعة المكرمة أو المشرفة ثم استمر عمر الإمام سلام الله عليه ما يقارب 63 سنة قضاها في جهاد مع رسول الله في الجهاد والوعظ والنصح للناس وإرشادهم 63 مع رسول الله بضع سنوات منها وبعديا 29 سنة استمرت ما بعد رسول الله ما يقارب 29 سنة ثم قبل شهادة النبي صلى الله عليه وآله أراد النبي أن يرشد الناس إلى من يكون بعده خليفة للمسلمين فقال يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهذه القصة معروفة عندما دخل رجل إلى المسجد وكان الإمام راكع فأومأ إليه الإمام بخاتمه وأعطاه الخاتم وتصدق به نيابة عن المال وبينت الأحاديث منزلة الإمام وقيمة الإمام عند الدين الإسلامي حتى قال النبي فيه من كنت مولاه فهذا علي المولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه ثم إن النبي صلى الله عليه وآله جعل الإمام المقياس للحق والباطل والفارق بين الحق والباطل فمن كان من شيعته كان مع الحق ومن كان ضد الإمام كان من الباطل بل أنه من المنافقين يعني ممن يظهر الدين ويكتم الكفر في داخله بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله بدأت إمامة الإمام سلام الله عليه كأميرا وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله بحيث يرجع الناس من بعد النبي إلى الإمام ليبين لهم أحكام الدين والأحكام الدينية والاجتماعية وغير ذلك من خلال هذا نعلم أن منزلة الإمام سلام الله عليه هي منزلة عظيمة ذات شأن عال يعني ذات شأن كل شعالي عند الله سبحانه وتعالى شيخنا بل فضل إذا كان الإمام بمنزلة النبي فهل ينزل على الإمام الوحي أحسنت سأل أخوكم يقول إذا كان الإمام كمنزلة النبي صلى الله عليه وآله ونفسه كنفس النبي فهل أن الوحي ينزل على النبي عفوا على الإمام كما ينزل على النبي أم لا فمن الذي يقدر يجاوبنا على هذا السؤال شيخنا بل تفضل لا لا ينزل الوحي على الإمام علينا أن الوحي مختص بالنبوة أحسنت أجاب أخوكم يقول أن الوحي من مختصات النبوة والأنبياء فلا يمكن أن يتنزل على الأئمة عليهم السلام ونضيف عليه على هذا الجواب أن الوحي على قسمين وحي مختص بالرسالة وهو وحي النبوة حيث لا ينزل إلا بالقرآن الكريم أو بالتوراة أو بالإنجيل أو بما شابه ذلك فهذا الوحي هو الذي يختص بالنبوة يعني وحي الرسالة ومما يدل على أن الوحي انقطع عن يعني وحي الرسالة انقطع عن الأئمة عليهم السلام بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله ما ورد عن الإمام علي عليه السلام في من زار النبي صلى الله عليه وآله يعني اللي يزور النبي يقرأها زيان ثم يقول هذا الكلام قال أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة حيث انقطع عننا الوحي وحيث فقدناك فمن خلال هذه الرواية يبين الإمام أن وحي الرسالة قد انقطع بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله وأيضا مما يدل على أن الوحي الرسالة انقطع بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله هو أن فاطمة الزهراء عليه السلام أخبرت الإمام علي عليه السلام أنها ستفارق الحياة في هذه الأيام تقريبا فقالها الإمام من أين علمت ذلك وقد انقطع عننا الوحي يعني وحي الرسالة انقطع فأنت من أين علمت هذا فقالت السيدة الزهراء عليه السلام أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبرها بذلك يعني هذا ورد وأما وحي التزديد والتأييد من قبل الله سبحانه وتعالى فهو مما لا يمكن أن ينقطع عن الإمام أبدا وهو متصل بالإمام إلى ظهور الإمام عبد جلالله وتعالى فرجه أو إلى قيام الساعة فوحي الرسالة أو عفوا وحي التزديد ووحي الإلهام فهو ملازم للإمامة حيث يسدد الإمام ويؤيد الإمام ومما يدل على أن وحي الرسالة ما زال مع الإمامة وعفوا ووحي الإلهام ما زال معهم أنه في القرآن أن الله سبحانه وتعالى ألهم أم موسى أن تقذف موسى عليه السلام في البحر أو في النهر عفوا ومريم عليه السلام أيضا تنزل عليها الوحي وأيضا أحاديث وردت عن أهل البيت عليه السلام تدل على أن وحي الرسالة ملازم لهم وغير مفارق لهم حتى جبرائيل عليه السلام ينزل على الإمامة عليهم السلام فإن شاء الله تكونوا مستفادي تمونا بهذا اليوم وإن شاء الله تكونون من أنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إذن أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة